كم يكلف انتاجه؟ الكلف سابقاً كانت مناسبة لشركة مصافي الجنوب ولكن بالفترة الأخيرة وخصاً خلال السنة المضت كانت هناك زيادة بكلفة البرميل للنفط الخامل المستلم من شركة نفط البصرة سابقاً كان البرميل حدوث 6300 دينار تم زيادة إلى 9000 وخلال هذه السنة تم زيادة إلى 10800 بالإضافة إلى إقرار قانون الموازنة يتضمن 7000 على كل برميل مكرر يسلم إلى وزارة المالية فارتفعت الكلفة إلى حدود 16000 دينار والمبيعات هي بحدود 16000 دينار فكانت هناك خسارة إلى شركة مصافي الجنوب خلال العام الماضي نأمل أنه خلال الموازنة 2022 أنه يعدل هذا السعر لكي تستمر شركة مصافي الجنوب بتمويل المشاريع التي تحت بمسؤولية شركة مصافي الجنوب لأن تمويل جميع المشاريع الحالية في شركة مصافي الجنوب من الموازنة التشغيلية جزء بسيط وغير محسوس ينفذ على الموازنة السنثمارية